النظام يقول لي لا هذا يقول لي أنا أضربه في خمسمية خمسة في خمسمية يعني اثنين ونصف يعني الفين وخمسمائة بي بي ام يعني الخمسة اي سي يقول لك هي الفين وخمسمائة بي بي ام اهل السبعمية لا انتقيس يعني جماعة السبعمية نظروا الى طريقة ثانية انهم ضربوا الخمسة الان خمسة في سبعمية فطلع عندهم ايش ثلاثة الاف وخمسمية بي بي ام يعني كيف يعني هناك نظام قدر الخمسة اي سي بانه اثنين وخمسمية وهناك نظام قدر الخمسة اي سي انه ثلاثة الاف وخمسمية يعني فرق الف بي بي ام اذا صار عندنا اختلاف ولهذا اجهزة التي دي اس تأتي بنفس المحلول نفس المحلول محلول واحد محلول واحد يعني انت تأتي بكأس مثلا وتضع فيه محلول تأخذه من الحوض تضع جهاز من هذا النوع لانه في السوق الاجهزة موجودة نوعين يوجد جهاز يضرب فيه خمسمية وجهاز يضرب فيه سمعمية تضع الجهاز او الخمسمية هنا مثلا قال لك مثلا قال لك هذا الفين وخمسمية بي بي ام بي بي ام تجيب جهاز ثاني وقد يكون هو هذا النوع وانت لا تعلن وتضعه اذا كان هذا النوع وضعته راح يقول لك ثلاثة الاف وخمسمية طيب اش لون يعني انت تبقى محتار يعني هذا المحلول الفين وخمسمية ام هو ثلاثة الاف وخمسمية يقول لك ايش اثنينتهم صح واثنينتهم خطأ في نفس الوقت يعني لازم كيف يكون صح يكون صح عندما تعرف ان جهازك هو خمسمية او سبعمية واذا كان عندك جدول يقول لك الطماطم تضع له في مرحلة معينة الفين بي بي ام لازم تعرف الالفين بي بي ام يقصد على النظام الخمسمية لو على النظام السمعي السبعمية اذا ما ذكر لك الاي سي ولا ذكر لك على النظام خمسمية او سبعمية جهازك ما يقرأ انت هذا الجدول الغيلة تستعمله الا اذا انت تأكدت بطريقة او باخرى انه هو من اي نوع لا تستعمل الجدول الا اذا عرفت هو من اي نوع يعمل هذا خمسمية او سبعمية بالطرق اخرى يعني مثلا من خلال الخبرة من خلال المقارنة مع جداول اخرى مذكور بيها الاي سي مثلا فعرفت انه هذا يعمل على الخمسمية واذا كان جهازك سبعمية تحول تقوم بالتحويل كيف تحول يعني مثلا انا مثلا هو قال لي اريدك تضع اريدك تعمل المحلول مثلا قال لك اريد يصير الفين وخمسمية على نظام الخمسمية الان هذا المطلب الفين وخمسمية على نظام وجهاز ما لك لازم يكون خمسمية حتى يطلع الفين وخمسمية طيب انت جئت الى جهازك قارنته او عرفت بطريقة او باخرى انه هو جهازك غير سبعمية معامل الضرب سبعمية وخمسمية شنون راح تحول كيف تحول كيف تحول طبعا هنا لازم تحتاج الى ماذا بما انه هو ثنين وخمسمية بما انه هو يعني ثنين وخمسمية وانت عرفت انه على الخمسمية راح تقسم ثنين وخمسمية على خمسمية يعني الفين وخمسمية تقسيم خمسمية هذا 2500 وهو ذكر لك أنه هو مستعمل جدول يعمل على نظام ال500 معامل ضرب ال500 طيب تقسم 2500 على 500 شو رح يطلع عندك؟ رح يطلع عندك 5 رح يطلع عندك 5 إذن أنت عرفت الـ EC كم هو 5 طيب الآن أنت جهازك يشتغل على الـ 700 تضرب الخمسة في 700 رح يطلع عندك 3500 إذن ماذا تعمل؟ هو بتجدول قل لك 2500 الـ BBM لا أنت تحول تغيره أنت تخلي بجهازك تخلي المحلول يصير 3500 إذا قصت بجهازك إذا كان جهازك 700 تضع المحلول 3500 ماذا تضع 2500 يصير قليل والعكس بالعكس إذا هو أنطاك بالـ 700 وجهازك في 500 أنت ما تضع محلول 2500 لا رح يصير محلول مركز لازم تحول مثل ما فعلنا هنا لكن مو على 500 تقسم على 700 في هذه الحالة تحول رح يطلع عندك أقل يعني رح يصير عندك الرقم أقل لأنه أنت جهازك معامل الضرب فيه 500 وليس 700 إذن هذه مسائل لا بد أن نعرفها في مسألة التعامل مع أجهزة TDS في المحلول والتي هي وحدة القياس BBM اعتماداً على الإيسي وقلنا إذن الإيسي هو نعتمدين بي على السيمينس والسيمينس على الموز والموز هو مقلوب الأم هذه خلاصة مقدمة مختصرة عن الموضوع وإن شاء الله نرجع نكمل في ما يتعلق بتفاصيل أخرى طيب عدنا لكم يعني لا تستصعبوا الموضوع يعني نحن تكلمنا بضع يعني شيء قليل من الوقت أخذنا مقدمة لازم شوي نتعرف على الأساسيات لا تجعلوا حاجز نفسي بينكم وبين العلم الأولي أو الأساسي أو النظري الأساسي يعني مقدمة صغيرة كانت مقدمة صغيرة ومع هذا يمكن تجاوز هذه المقدمة الآن نأتي إلى كيفية معايرة الجهاز اللي هو نحن نعمل الآن بنظام إذن أجهزتنا تعمل بنظام الـ TBS معتمدة على الـ EC الذي هو يتحول إلى PPM Part Per Million جزء من المليون الـ EC اللي هي توصيل الكهرباء الإلكترال هذا الجهاز ما إنه هو نظام هو يعمل على نظام وطبعا قلنا الـ EC ثابت وهذا متغير حسب حسب نمط الجهاز وغالبا ما يكون معامل ضرب مضروب في 500 أو 700 يعني إيش مضروب يعني الـ EC مضروب بس هذا ثابت ولهذا يفضل دائما إذا عندك جهاز يكون موجود بـ EC ليس فقط الـ BPM يكون عندك الـ EC ليش؟ لأن الـ EC تستطيعا يعني بسهولة حتى إذا الجدول هو 500 تحول إلى 700 بسهولة وهكذا إذن الأول ملاحظة إنه جهازك الـ TDS يكون هو بنظام يكون بيه نظام الـ EC طيب عندنا محاليل لمعايرة الـ TDS طبعا يفضل أن يكون جهازك إذا تذكرون أجهزة قياس الـ PH يكون وياها مساحيق لمعايرة الأجهزة غالبا يعني الـ TDS أيضا يوجد معها مساحيق لكن ليس كل أجهزة الـ TDS أجهزة الـ PH أكثر ولهذا أنت حينما تشتري جهاز TDS أنا أنصحك نصيحة أو خوية لازم تشتري جهاز دير بالك هذه ملاحظة مهمة جدا لا تتساهل في هذا لازم يكون جهاز الـ TDS قابل للمعايرة ودير بالك أنا خليني أشوي أتوسع بهذا اسمحوا لي أن أتوسع في هذا لأن هذا أهم موضوع في الزراع المائية برأيه عندك معايرة collaboration معايرة أجهزة الـ TDS الآن نتحدث عن الـ TDS مو أجهزة الـ PH أجهزة الـ PH غالبا يأتي معها محلول أو مسحوق يحل بماء مقطط 250 ملي ويعاير لكن الآن أتكلم عن الأجهزة البسيطة اللي هي أجهزة الـ TDS اليدوية وليس الأجهزة الضخمة المختبرية يعني نحن ما عندنا أمكاني نشتري أجهزة ضخمة مختبرية نحن نشتري TDS أجهزة صغيرة لكن إيش قابلة للمعايرة طيب المعايرة عندنا نوعين أجهزة 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 وهذه ذاتية 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 المعايرة يعني الجهاز فيه زر للكالبريشن يعني أنت وبعضها طبعا تأتي بشرط أن لا يكون محلول واحد أو يعني مسحوق مثلا على شكل بودر واحد لو ثنين إما يكون ثنين إلى ثلاثة وإذا كان ثلاثة يكون أفضل يعني ثلاث أكياس مثلا ثلاث أكياس فيها محاليل فيها بودر يحل في الماء ويعاير الجهاز عليها في ثلاث مراحل أو ثنين على الأقل في الواطئ أو العالي حتى يعاير الجهاز أما بالمفك ما ينفع لماذا كثير من الناس يقول لك يعني أنا أستغرب فيديوهات كثيرة يجيب الكيس يحل بماء مقطر 250 ملي يعني ربع لتر ملي هذا الأول اللي هو مثلا مكتوب عليك كذا يعني رقم وهذا الثاني هذا الثاني هم يعني 250 ملي يجيب الجهاز يضعه في المحلول لا سيقرأ عنده قراءة معينة هو يعاير بالمفاك يضبط القراءة بعدين حوله هنانا مثلا قراء عنده قراءة مختلفة أيضا عيّره مرة ثانية طيب ينتع من عيّرت مرة ثانية رجع للمحلول الأول ما رح يقرأ يعني كيف أنت تضبط على واحد من المحالي ما رح يضبط عندك تضطر أن تخليه وسط بين الاثنين يعني جهازك فيه خلل ما يعاير هذا هذا فقط فحص يعني إذا كان الاثنين زيادة نزلة ينفع أو الاثنين نقص الصعدة ينفع لكن لازم يقرأ قراءتين مضبوطة طيب إذا قرأ عندك هنا رقم مختلف عن المكتوب على الكيس وقرأ هنا رقم آخر مختلف عن الكيس لا هذا لا يصح هذا جهازك عاطل الأجهزة الذاتية الأوتوماتيك لا أنت تضاعه في المحلول أول الثاني وقد يكون ثالث أيضا وتدخل إلى البرمجة برمجة الجهاز تيدييس ثم تضغب زر الكليبريشن على المرحلة الأولى طبعا يوجد شرح في كل جهاز تختلف من جهاز إلى جهاز فتعطي الآن تخبره بأنك في المحلول الأول هو يقرأ القراءة ويضبط نفسه على المحلول الأول على أنه كذا دي بي ام يقول لك أنقل المحلول الثاني تنقل إلى المحلول الثاني وتضغط يقول لا أقرأ هو رح يقرأ مرة ثانية ويضبط نفسه في القراءة المتوسطة على المحلول الثاني يقول لك أنقل المحلول الثالث تنقل إلى المحلول الثالث ويقرأ فهو ضبط نفسه الآن المحلول ضبط نفسه على القراءة الواطية والقراءة المتوسطة والقراءة العالية فيكون أقرب ما يكون إلى المقبولية الجهاز يكون نعم ما مقبول ومع ذلك لحد الآن لم أجد جهازا مضبوطا أبدا على الإطلاق طبعا حينما أتكلم لم أجد لا أقصد لم أجد عندي يعني في في العراق أنا في العراق يعني لا هذا أصلا ما موجود أجهزة في العراق أنا أتكلم عن الأخوة في واختلف البلدان أجهزة وكبيرة قسم منها وقسم منها حتى فيها مايكروكمبيوتر يعني لم أجد جهاز معتمد لحد الآن أنا لا أقول لا أجد ولكن لم أجد ممكن تكون الأجهزة قريبة من المقبولية وهذا الموضوع إن شاء الله سيتحدث فيه لماذا أين تكون المشكلة لكن الآن فقط أردنا أن نذكر هذه المسألة حتى من تشتري جهاز لازم طيب الآن هما كيف يعيرون يعني مثلا المحلول الأساسي اللي استخدم الشركات للمعايرة المحلول الأساسي اللي تستخدم الشركات في المعايرة هو عبارة عن غالبا يكون كلوريد البوتاسيوم لأنه إحنا قلنا كلوريد البوتاسيوم كلوريد البوتاسيوم غالبا كيف يضعون وزن معين وهذا الوزن يقول لك تحل فيه 250 ملي لتر من الماء المقطر بدرجة حرارة 25 درجة ميأوي هكذا يعني يضعون للك الشرط هما يضعون مثلا الوزن الذي يضعه من كلوريد البوتاسيوم في الكيس مثلا الوزن الأساسي اللي هو ما بين كل الأوزان يكون يتراوح من تقريبا يعني 745 40.6 ميلي جرام يكون هذا يقول لك يعني تضعه في كذا ما درجة حرارة يكون هذا المحلول يعني مثلا هذا واحد من المحالين أو واحد من وحدات القياس يعني إذا نظرت هذا مثال طبعا وموجود هذا في الواقع يعني هذا شيء يطلع لك هذا يطلع لك يفترض أن يطلع لك قياس إذا حليتها بالماء يطلع لك قياس تقريبا يعني 1412 مايكرو 1412 مايكرو يش اللي هو ذكرناه بالأول اللي هو الموز هذا الأول الآن برجعنا إلى القديم موز على سنتيمتر اللي هو موز على سنتيمتر وأيضا اللي هو مايكرو سيمينس على سنتيمتر واضح كيف فبهذه الطريقة هما يعني يفترض أن يكون الجهاز يقرأ عندك هكذا طبعا هذا تحول إلى بي بي نحن يعني تقريبا ذكرنا القاعدة كيف يتم التحويل لكن لم لم نركز على ذلك لأنه الآن نحن نعمل هما ماذا يقولون لك ما يقول لك سيمينس كذا يقول لك بي بي أم المفروض يطلع عندك كذا بي بي أم وهذا اختصار للموضوع الآن إذن صار عندنا نظام يعملون بي بي أم والبي بي أم يعتمد على الإي سي ولا نتكلم لا نرجع إلى الموز ولا على إلى السيمينس لكن أنا يعني فقط أرادت أن أوضح يعني كيف تعمل هذه الأكياس يعني تعمل بهذه الطريقة هذه كفكرة عامة لمسألة قياس وممكن بعد ذلك معايرة الأجهزة التي دي إس القابلة للبرمجة والمعايرة وأنصحكم أنه إما تحصل على جهاز تي دي إس قابل للمعايرة الأوتوماتيكية وليس بالمفك معايرة تي دي إس أوتوماتيك 2 إلى 3 لازم يكون واحد ما يكفي 2 أو 3 إذا ما حصلت على هذا الجهاز أنا أنصحك أنه لا تشتغل بالزراعة المائية بصراحة يعني قد يقول لي قائل أنت تحبط همم الناس أو نعم أحبط همم الناس ولا أجد شخص يصرف الأموال والتعب والجود يصرف عنده صدمة ويكره الزراعة المائية وبعد حبتها بالمستقبل ما فيه أمل يرجع كما حدث مع كثير من الأخوة للأسف وفقدوا أموال وجهد وكذا وصار عندهم حاجز نفسي من الزراع المائي لأن المعلومات خاطئة نحن لا نريد أن نسهل ولا نصعب نسهل بحدود أما المبالغة في التسهيل والتسير يكون لها مفعول عكسي هذا فيما يتعلق بالمعايرة إن شاء الله في حققة أخرى سأتحدث لكم عن كيفية يعني على ماذا نعتمد في تكوين المحلول في جمع العناصر كما ذكرنا مرة في البداية أعطينا خلطة تقريبا خلطة تيارة حسن ما أذكر كانت مختصة لخلطة تيارة لخمسة لتر من محلول أي ومحلول بي لكن ذكرناها بالأوزان نحن الآن نريد أن نتكلم كيف حدث هذا ليش؟ لأن هذه الخلطة أخواني الأعزاء يعني أرجوكم الخلطة أنا ذكرت هذه الملاحظة وأكررها مرة ثانية حينما قلنا مثلا على سبيل المثال استعملني MBK قلنا 400 يمكنه 25 غرام تمام؟ حسب ما أذكر طيب MBK 12 يمكن 36 حسب ما أذكر يعني اللي أفترض أنه قال 12-12 36 أخواني ليس معنا ذلك أنه هذه الخلطة أنت تستعملها لكل النباتات وفي كل المراحل هذا معدل هذا أعطيناك إحنا إيش الشيء الوسط لكن هذا تغيره حسب النبات وتغيره حسب المراحل أكو نبات مثلا يحتاج نايتروجين عالي أكو نبات يحتاج يعني أنت عندك ورقيات وما تحتاج بوتاسيوم عالي مثلا يعني عندك ثماريات تحتاج بوتاسيوم عالي عندك ثماريات تحتاج بوتاسيوم متوسط عندك نباتات تحتاج فسفور عالي يعني مثل النباتات الزهرية مثلا فسفور عالي يعني إذن يختلف الموضوع وكذلك نفس النبات كما قلنا فيه ثلاث مراحل فتعدل على هذه بالمرحلة الأولى أنت تركز مثلا على الفسفور فترة قصيرة ثم بعد ذلك أول ما يبدأ المجموع الخضري بالظهور ثلاث أوراق خمس أوراق حقيقية لا تزيد النايتروجين تبقى فترة طويلة أنت بالنايتروجين العالي تضع نيتروجين عالي مجموع خضري إلى أن تبدأ الأزهار بالظهور ترجع مرة ثانية تزيد الفسفور بدأت الأزهار تتحول إلى ثمار بداية عقد الثمار تقلل النايتروجين والزيد البوتاسيون يعني أنت ما تبقى ثابت فإذن هنا هذا التغيير كيف نغير كيف نحسب هذا يحتاج منا أن نتعرف تمو كل ما تحتاج تغيير تروح تشتري تسأل ربما لا تجد شخص يعطيك لا لا بد أن تعرف يعني الأساسيات نحن نحاول إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نتحدث في هذا الموضوع قدر الإمكان نبسط هذا الموضوع لأنه إذا بسطناه أكثر من المقدار المسموح به يكون هذا اختصار مخل هناك اختصار صحيح واختصار مخل الاختصار المخل هو الذي اختصار شيء لا ينبغي اختصاره يكون يعني نقص مؤذي لكن نحن نختصر إن شاء الله اختصار غير مخل في الحلقة القادمة إن شاء الله وأتمنى منكم أن يكون تفاعل في هذا الموضوع الحقيقي أنا أجد أن التفاعل قليل يعني أنا أريد أن أضع النقاط على الحروف وأريد أن أذكر الأساسيات باختصار أنا الآن عندي يعني مثلا عندي مجموعة من الأوراق كثيرة هذه كل تركتها هذه أوراق اختصرتها بهذا الحديث يعني فلا نريد أن نتحدث في كل شيء نأخذ من العلم ما نحتاجه ولكن لا تستطيع الحصول على ما تحتاج من العلم إلا بمعرفة الأساسيات ولو باختصار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته